الامم المتحدة تتجاوز الشرعية والبنك المركزي وتقوم بنقل العملة الصعبة جوا للحوثيين عبر مطار صنعاء في تجاوز خطير اعلنت الامم المتحدة عزمها على كسر قرار البنك المركزي اليمني في عدن وادخال الاموال من العملات الصعبة الى مناطق سيطرة الحوثيين عبر الطيران ونشر الدكتور عبدالقادر الخراز وثيقة صادرة عن الامم المتحدة تسعى من خلالها الى تجاوز الحكومة الشرعية ودعم جماعة الحوثي بطريقة تشبه غسل الاموال ويقول تقرير الامم المتحدة نظرا للقيود المفروضة من قبل البنك المركزي اليمني في صنعاء وعدا تواجه وكالات الامم المتحدة صعوبة في اعادة توجيه الاموال من الجنوب الى الشمال في ضوء هذه التحديات يقترح ان تنظر وكالات الامم المتحدة في شراء ونقل العملات الصعبة عبر الجو الى الجزء الشمالي من اليمن مشيرة الى تجربة مماثلة في افغانستان واضاف التقرير هذا الخيار يعتبر معقدا للغاية وسيكون له تكاليف مالية كبيرة وبالنظر الى التصعيد المستمر والتوجيهات الاخيرة من البنك المركزي اليمني في عدن التي شملت الغاء تراخيص ستة بنوك فان هذا سيؤثر بشكل كبير على الجزء الشمالي من البلاد لذلك من الضروري اجراء مشاورات موسعة مع وزارة الخزانة الامريكية ومقرات الوكالات والشركاء الرئيسيين في التنمية لتأمين الموافقات اللازمة ووضع الاتفاقيات الضرورية لشراء ونقل الاوراق النقدية الى شمال اليمن فضلا وليس امرا لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الاخبار في وقتها